معظم المشروعات التي نحن خلال السنوات التي فاتتها كانت بمشاركة لشركات ألمانية مقدرة في مشروعات كبيرة مثل مشروعات الطاقة ومشروعات النقل وكان إسهم الشركات إسهم كبير ورائع ومقدر جدا من جانبنا الحقيقة المشروعات القومية دي كان لها تأثير كبير جدا على في البنية الأساسية في مصر ونعرف أن هناك وفد من الشركات دي واسمحوا لي أن أنا أرحب بهذا الوفد وأنا حريص على أن ألتقي به وأشكره على كل ما فعله خلال عمله في المشروعات التي تمت في مصر خلال الفترة اسمحوا لي أننا خلال حديثنا مع فخامة الرئيس نقشنا باستفادة كثير من القضايا على المستوى السنائي وعلى المستوى الإقليمي على المستوى السنائي نحن كنا نتكلم على أن مهم أول أن نستمر في تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين ويمكن تشكيل آلية أو بناء آلية أو إيجاد آلية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين بقيادة أو تحت إشراف وزيرية خارجية حيبقى إضافة كبيرة جداً في هذا الإطار ثم تحدثنا أيضاً على التعاون في مجالات مختلفة زي التعليم وبناء القدرات من البلدين وده أمر نقدره ونرحب به ومستعدين نتحرك مع شركائنا في ألمانيا إلى أكبر حجم ممكن من الجامعات والمدارس لأننا محتاجين هذا هنا في مصر أنا هنا يهمني أن أقول أننا نرحب بالشركات الألمانية للتعاون الاستثمار في مصر وبأكد لهم أنه مهم أول أنتم تمتأكدين أن استثماراتكم مؤمنة ومحمية بشكل كبير جداً وهذا التزام وأنا أؤكده أمام إحنا تحدثنا به أثناء نقاشنا السنائي وحتى على مستوى الموسع ولكن أنا أسجله هنا في مؤتمرنا الصحفي أن نسجل أولاً التزامنا بإحماية الاستثمارات بصفة عامة والاستثمارات الألمانية وأيضاً المستحقات للشركات الألمانية وضعاً في الاعتبار وهذا أمر أن أتحدثت فيه مع فخامة الرئيس وبأتحدث معكم فيه لأنه مهم أول أنه كمان الناس تعرف أننا على مدى أربع سنين تعرضت مصر لأزمات ضخمة جداً جداً هي منهج دخل فيها هي ما كانتش سبب فيها ابتداء من أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم الأزمة اللي موجودة حالياً بقالنا تقريباً دخلين على سنة فيما يخص قطاع غزة